في كل مدن العالم توجد مساحات خضراء لتكون متنفسا للعوائل إلا في العراق وتحديدا في محافظة النجفة حيث تكاد أن تكون المساحات الخضراء معدومة بسبب سيطارة أحزاب نافذة عليها مما جعلهم ينشئون مجمعات سكنية وتجارية فيها متجاهلين حاجة العوائل والشباب إلى مكان ترفيهي كما أن استغلال المساحات العامة والمتديات من قبل هذه الجهات جعل الشاب النجفي يقضي معظم وقته في المقاهي بشكل عام الشاب النجفي اليوم لا يلقى مكان يروح له حتى يلتج إلى بوقت راحته لأن كل الأراضي التي موجودة قد تكون ترفيهية أو صالحة تكون مكان ثقافي لا موجود لأن كل الأراضي والساحات راحت للإستثمار بسبب الأحزاب المتنفذة داخل المحافظة حتى منطقة الحزام الأخضر تحولت إلى منطقة استثمارية وبها هواية من المكانات التي تحولت مثل المدينة المائية التي صارت بعدين سندويج بناء العبارة عن محلات ومجمعات بالتالي استغلال هذه المكانات الخضراء والمساحات الخضراء أن تكون مجمعات تجارية تأثر على الشباب اليوم الشاب يريد يوجد متنفس يريد خماسي يريد ملعب يريد صالة يمارس به هواياته ونعرف اليوم عندنا هواية من الهوايات الرياضية الموجودة وبالنجف عندنا هواية من الشباب يريد يمارس هواياته ما من الممكن أن يطلع ويمارس هواية بمكان غير موجود مفترض هذه الأرض كانت أن تكون مساحة خضراء أن تكون ملعب هيئة استثمار النجف وضحت أن أغلب تلك المساحات تم إعطائها كفرص استثمارية في وقت سابق وبسبب القرار الأخير لمجلس المحافظة المنحل لا تستطيع الهيئة أعطاء فرص استثمارية لتشييد المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية التي قد تحتاجها المحافظة الحقيقة منحة هيئة استثمار النجف في عام 2008 و 2009 و 2010 عدة إجازات استثمارية لإنشاء مشاريع ترفيه على المناطق المخصصة لإنشاء مشاريع ترفيه ومنذ 2017 لحد الآن لم يتم منح أي إجازة منطقة ترفيهية استناداً لقرار مجلس محافظة النجف الذي نص على عدم منح إجازات لمناطق الترفيهية والمناطق الخضراء بناء على الطلب من أعظام مجلس محافظة النجف في حينها والهيئة ملتزمة بقرار مجلس محافظة لحد الآن ولم يتم منح أي إجازة لمناطق الخضراء والترفيهية كذلك نحن ماضين في متابعتها المشاريع الترفيهية الممنوحة ونحن نعتبر هذه المشاريع التي تم نحقها بتولينا الإدارة وأنجزتها نحن نتابع مشاكلة ومعوقاتها وكذلك أنه مدى التزام بتعليمات وزارة البلديات ومديرية التخطيط العمراني ومدير الدفاع المدني في النجف مساحات شاسعة تعطاك فرص استثمارية لأحزاب تملك القرار في المحافظة حيث أصبحت النجف شبه خالية من الأماكن الترفيهية العامة وانتشار كبير لمشاريع لا حاجة للمواطنين فيها من النجف طهر العساف قناة الفلوجة